هقولك حاجة ليه علاقة بالإحساس مش بمعلومة ولا بحديث حتى خارج الهايه ولا إشيء مجرد إحساس أنا الآن على الدور السنة دي هتقولي الآن من إيه مش عارف حاسس إنه فيه اتفاق ضمني مش معلن ولا مكتوب ولا متقال بس من الكل الدور ده مش عايزينه ييكمل الأندية بتتسابق على فكرة طلع بيان أنا مش عاجبني على فكرة بالمناسبة بيان للتحاد ده واحد من البيانات الأوليلة جدا الأندية اللي شايفه بيان مكتوب بزكاء وبهدوء باستثناء العنوان يعني ده هتفاقين من كم يوم كده جبت لكم البيانات الحربية اللي بتكتب بيكتبوا صيغة طيلة أوش هجمع أقول إن انت متدقق وخلاص فيه جمل بتبقى طيلة أوش في البيانات كل الأندية كل الأندية مش بكامعنا دي واحد فده بين إلى حد كبير هادي إلى حد كبير يعني بس تحس فيه شعور كده إنه الناس مش قابل أي حاجة محدش محدش مستحمل للتاني على غلطة أنا لقيه تسلم أنا لقيه جول أنا لقيه ضرب الجزاء أنا لقيه للمنافس انذار أنا للمنافس كان مخفض ياخد طارد أنا مش عاجبني للحكم أصل الحكم ده عمل مش عارف إيه كل الأندية واقفة على بركان نار كله مولع نار ولسه شوية ده الدول لسه مكمل معاه شوية ده انت عايف لو الحكايات دي بتحصل في آخر جولتين تلاتة هقولك يعني يبدو طبيعي شوية لكن احنا لسه بدري لسه بدري والناس سخنانة قوي فأنا عسألكم بصراحة لكل الأندية اللي في مصر هو أنتو مش عايزين دوري يكمل هو أنتو مش عايزين المسابقة تخلص على خير هتقولي يا عم أنا مليش مصلحة يتلعب ما يتلعبش يخلص ما يخلصي أنا مش فارق معاك نادي سين من الأندية عشان بس تبقوا فاهمين يا جماعة كل مباراة بتتلعب في الدوري ده تمنها فلوس للنادي ده وللنادي ده كل الأندية بتاخد فلوس وبتكسب فلوس من المباريات تسوقيا وبس وتفاصيل كثيرة مفيش نادي يتحمل فكرة إلغاء الدوري ما تستسلوش الموضوع موضوع كله على الصناعة فيه ضرر طيب عشان نحافظ على الصناعة ونحافظ على الدوري بتاعنا أنا رأي محتاج قوة شوية من رابطة الأندية ومن اتحاد الكورة المسؤول بقى في كل لجانه يعني يا لجل الحكام هنا في اتحاد الكورة لجان المسابقات هنا المهم بس نبقى أكثر شراسة وقوة مع ردود فعل الأندية يعني النادي اللي كل شوية هيعمل لي مشكلة لا يا فندم ما تفضلاش تطلع البيانات لا يا فندم اعترض في مير رسمي مش لازل تعمل لي بيان لا لو سمحت ما تقول ليش الحكم ده ما يحكم ليش لا لو سمحت ما تقول ليش أنا مش عايز ألعب دلوقتي وعايز ألعب الليل عايز ألعب الصبح عايز ألعب النهار واللفة دي كلها وفي نفس الوقت كلم لجانك وقال للأخطاء لا الحكام عندهم مشاكل يا جماعة أنا أكثر واحد يدعم التحكيم في مصر وطول الوقت يعني يتم لومي على فكرة إنك بتدفع عن الحكام بس الأخطاء بقيت تزيد وأحيانا مستفزة أنا بقول لك النهاردة أنا مش طرف في مباراة الاتحاد والداخلية أنا مش مشجع الاتحاد ومش مشجع للداخلية ما بالك أنت مشجع الاتحاد وإدارة الاتحاد وجهاز فن الاتحاد وقابت الاتحاد اللي بتضرره بشكل مباشر من خطأ واضح يعني حتى ما قدرش أبرره يعني ما قولش مثلا تتقدريا واصلة والخط كانت رسم مش عارف إيه ده خطوط الملعب بين مبلورهم سابق مثلا بنص سياردة عفوا متأخر بنص سياردة عن المدافع تقدر داخلية فأنت منين في نفس الوقت بالنواية السليمة عارفين إنه ما فيش تعمد لقدر الله يبقى فيه مشكلة فنية عند الحكام نحله يعني زي ما أنا بطلم من رابطة الأندية ولجنة الحكام واتحاد الكورة إنه يبقوا رضعين جدا مع الأندية الأندية مش كل شوية تسرخ وتزعع عشان دوري ما يحصلوش مشكلة ويبوز ما تصلح إنت أخطائك الأول عشان ما تعمدش الثورة دي طول الوقت إحنا طول الوقت يا جماعة أنا كل يوم عندي حلقة في حكاية وفي مشكلة دوري إيه ده أنا أفهم كل أربع عسابيع يبقى فيه حد متدايق من لقطة معينة ونتعامل معها كلنا بهدوء لكن لما يبقى في كل مباراة تقريبا في مشكلة يبقى المنزومة كلها فيها مشاكل